بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عنوان هذه الكلمة مركز قيادة الإنسان تصيب الناس يعتني بجسمه مزيان يعتني بعقله مزيان ولكن فوق ذلك لا بد من مركز القيادة الذي هو القلب تقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه النموان بن بشير كما جاء في صحيح البخاري إن الحلل بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مششبهات وفي رواية مشبهات لا يعلمون كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى الحما يرعى حول الحما يشك أن يقع فيه وفي رواية يشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محاربه ألا الشيء عندنا ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب في القلب صلاح الإنسان كله مركز على القلب هذا المسألة هذه غائبة في الساحة عند رجال الدعوة رغم أهميتها ورغم أنه والاختلاف فيها رغم أن الحديث هو قطعي الدلالة وقطعي الثبوت ولكن أين الحديث عن القلب لإبليس على الله عرف المسألة هذه قلنا الرسول صلحت لما في شأنه إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس وإذا غافل وسوس ويوم القيام لا يقبل من المؤمن صرفا ولا عدلا إن لم يكن له حلب سليم كما جاء في صورة الشعراء في دعاء سيد الذي هو أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام في آخر عمره دعا هذه الدعوة وقال وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ القلب قل الأمور وركزته عن القلب إلا كان عندنا الدار وفيها تريات وفيها البروجيكتورات وفيها الأضواء ولكن الرتحة ما كيناش لا ينفع ولكن ترتحها تنفعنا بولا وحدا فلهذا الأساس في الإنسان هو القلب والتركيزه يجب أن يكون على القلب فلهذا واش نعرفه حنا يا أصناف ديال القلوب لكن بالنسبة للإنسان سيعرف بالنسبة للصنف ديال الدم دياله اشنو هو ضرورة فلابد أن يعرف أصناف القلوب وأصناف القلوب كما جاء في القرآن خمس خمسة وثلاثين صنف عشرق القلوب السليمة الصحيحة وخمسة وعشرين القلوب الميتة والمريضة ماذا نعرف عنها؟ هذا ما سنره في حلقة أخرى إن شاء الله ونحن في هذه القاعة قاعة الرياضة لنعطي الجسم حقه وبعد ذلك نعطي العقل حقه وأولا ووسطا وأخيرا نعطي القلب حقه والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر